صباح خير من جديد يعني احنا مستمري معاكم برنامج يوم جديد حتى الساعة العاشرة على الهوى مباشرة بس هلأ الفقرة راح تكون ميدانية احمد ابو حمد موجود في محطة البحوث الزراعية في الاغوار الوسطى وحيحكي لنا اكثر عن اهمية وجود هذه المحطة يعني كلنا منعرف انه الاغوار هي سلة الغذاء الاردني يعني هناك المزارعون والمزارع المختلفة وهذا التنوع في الانتاج النباتي والحيواني فأكيد لازم يكون فيه محطة معنية بموضوع البحوث الزراعية احمد تفضل نعم صباح الخير سمر صباح الخير للزملاء المتواجدين في برنامج يوم جديد ولجميع مشاهدين التلفزيون الاردني كلامك سليم سمر لازم يكون في مركز البحوث والدراسات الزراعية طبعا احنا متواجدين معكم مشاهدين في محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة في الجامعة الاردنية تبلغ مساحة هذه المحطة تقريبا 856 دنم يوجد فيها العديد من مزارع الخضروات والفواكه والمختبرات بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لتربية المواشي طبعا الهدف من وجود هذه المحطة تقديم الدورات وتقديم الخدمات والإرشاد بالإضافة إلى البحث العلمي خدمة المجتمع وأيضا الانتاج النباتي والحيواني وطبعا هذا المكان وهذه المحطة هي المكان الأنسب لأي مزارحة يأخذ معلومة أو يتعرف على خبرات جديدة زراعية طبعا المشاهدين سنتعرف أكثر على هذا المكان وهذه المحطة مع الدكتور جمال أبو العنين مدير هذه المحطة نحكي لك دكتور صباح الخير صباح نور جو شوب شوي ونحن واقفين بالشمس حابين دكتور بالبداية تعرفنا أكثر على هذه المحطة تحكينا بشكل عام متى تم تأسيس هذه المحطة والهدف من وجودها تأسست المحطة سنة 1975 كان الهدف الرئيسي تدريب طلاب عنا في كلية الزراعة الجامعة الأردنية مستوى سنة الرابعة بنزل عنا الطالب بتدرب على كل القطاعات المختلفة في إنتاج النبات في إنتاج الحيواني في الوقاية وكل التخصصات عدد العاملين عنا حوالي مئة موظف ما بين إداري ومهندس وفنيين بالإضافة إلى العمال نعم يعني دكتور أنا مثل ما أفهمت منك طبعا هذا المكان بيجعله طلاب من الجامعة الأردنية لحتى يتدربوا كيف بتم التدريب من قبل طلاب بهالمنطقة عنا يعني كل فصل في مجموعة طلاب القدرة الاستعابية حوالي مئة وخمسين طالب على الفصلين الفصل هذا حوالي 62 طالب راح ينزل عنا التدريب بيصير من خلال عضاء التدريس في كلية الزراعة الجامعة الأردنية حسب القسم والتخصص مثلا عندنا يوم الأحد بيكون قسم الوقاية بنزل وبدرب الطلاب في قسم الوقاية يوم الأثنين قسم البستاني وهكذا الأقسام مختلفة لنهاية الأسبوع نعم يعني هذا المكان بوفر خبرات العملية لطلاب بعد ما يأخذوا دراسات أكاديمية داخل كلية الزراعة في الجامعة الأردنية أكيد هي توفر الوسائل الموجودة عندنا هنا من الحقول في الفاكهة في الخضروات المحمية المكشوفة بالإضافة للمحاصيل الحقلية زراعة البرسيم كمان في عنا القسم الانتاج الحيواني بيكون في عنا أبقار وفي عنا أغنام ومعز والطالب كمان بس ينزل في أفواج من الدجاج تم تربية الدجاج للأحم نعم دكتور إحنا الآن وين حابين عرف المواطنين بالبداية أنه هاي المنطقة وين موجود هاي المحطة وتحكين عن مساحتها بشكل عام وبعض المرافق الموجودة فيه المساحة تقريبا 860 دنوم إحنا في الأغوار الأسطى منطقة الدامية في عنا مجموعة قطعات أو مرافق موجودة في عنا قسم الانتاج النباتي الحقول في النخير في الحمضيات في العناب الزيتون في عنا بيوت بلاستيكية وفي منفردة وفي متعددة الصعوب اللي هي يكون المرتسبان هذه الزراعة المحمية وفي عنا الزراعات المكشوفة كمان بالإضافة إلى البرسيم اللي هو النوع من التكامل ما بين الانتاج الحيواني والنباتي أن يتم زراعة البرسيم عشان في عنا أبخار وأغناب نعم دكتور مثل ما حكيت أنه في عندك العديد من المزارة الخضروات هلأ أنت تزرع خضروات موسمية حسب الموسم بالأغوار ولا بيكون إلك ضمن تجارة معينة أو بتقوموا ببعض الحقول بعض الخضروات المعينة تعرفنا أكثر على هذا الشيء بالإضافة لتدريب الطلاب في عنا اللي هو الانتاج وفي عنا الأبحاث يعني أعضاء التدريس في كلية الزراعة يبدو يساوي بحث ممكن يستفيد من التسهيلات الموجودة في المحطة بالإضافة للجزء الانتاجي والانتاج عندنا موظم يتم تسويقه في داخل الجامعة لموظفين الجامعة بشكل عام دكتور تعرفنا أكثر على أنواع الخضروات والفواكه اللي بتزرعوها هون واللي بتتم عليها بعض الدراسات والأبحاث خلينا نحكي من نسبة للخضروات يعني صار مثلا أحد الأبحاث أنه يستخدم الأصول على الخضروات الخيار مثلا على أصول الحنضل أو أي أصل آخر بحيث أن يكون يتغلب على مشاكل التربة كان في أحد أعضاء التدريس قام بهذا البحث الفصل الماضي عنا هون في ملابحات كمان اللي هي مكافحة الأعشاب مش دائما ممكن تستخدم المالش ممكن فيه بديل المالش واللي هو صديق للبيئة بتحلل يعني مع الوقت نعم دكتور نحن موجودين في منطقة الأغوار أكيد هاي المحطة وهالمركز بهموا طبعا أنه نقل هالخبرات والأحوحات الموجودة للمزارعين كيف تستقبلوا المزارعين كيف تقدموهم والخدمات وكيف تساعدوهم لحتى يحسنوا المحاصيل الزراعية الموجودة عندهم ممكن يصير في أن وصارت الفترات السابقة وهو اليوم الحقلي أن المزارع بتصير داولة المزارعين بيجي شوفوا مشاهدات تقنية جديدة أو أصناف معينة بيشوفوها في الواقع هي عبارة عن مشاهدات نعم نعم دكتور تحكينا في أبحاث جديدة أو دراسات جديدة عملتوها في المركز وستم استفادة منها من خلال المجتمع المحلي تركيز على التعقيم الشمسي مثلا إذا كان في مشاكل في التربة بنكون في التعقيم الشمسي وحاليا هذه تقنية المزارع متبنيها معظم المزارعين بطل يستخدم مواد كيميائي في التعقيم صاروا يلجأوا للتعقيم الشمسي من ناحية أنه كتكلوا بالنسبة المزارع المزارع تبنى في منطقة الأغوار بشكل عام شكرا لك دكتور يسعد صباحك وشكرا لك لستضافة فريق برنامج يوم جديد ويعطيك العافية شرفتونا مشاهدين مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة في الجامعة الأردنية نحن موجودين معكم على الهواء مباشرة من منطقة الأغوار الوسطى تعرفنا على هذه المحطة على مساحتها والخدمات اللي بتقدمها للمواطنين من خلال الأبحاث اللي بتقوم فيها وأيضا خدمة المجتمع والإرشاد الزراعي وأيضا بتقوم هاي المحطة ببعض الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال بعض المناطق اللي بتقوموا فيها بثربية المواشي وأيضا مساعدة هالمجتمع المحلي لحتى يطور نفسه أكثر يطور عندنا المحاصيل ويصبح عندنا محاصيل جميلة ورائعة بتمنى تكونوا استفدتوا طبعا من هذه المعلومات الصباحية معنا من الأغوار طبعا الجو جدا شو بحار جدا بتمنى أنه نكون معكم في إطلالة أخرى من أماكن أخرى تكون شوي شوي براد الجو طبعا زميلة سمر ونسرين رح نرجع لكل حتى تكملوا ما تبقى من فقرات يعطيك العافية يا أحمد طبعا اليوم كنا في مقام أبو عبيد عامر بجراح نعم نعم الله يعافيك وهلا بالمحطة أخذنا بصراحة أنا استفدت معلومة طبعا من هالمكان الجميل وبتمنى أنه الكل يستفيد وتحية لكل زملاء أنا اللي كان مرافقين معنا بالأغوار ياسر العسود وزياد شنكات خليل فلحات والرائع طبعا المخرج الرائع سالم الخوالدة وتحياتي لكم مرة أخرى نعم شكرا جزيلا أحمد أبو حمد